رصد الجيش الكوري الجنوبي سفينة كورية شمالية تقطعت بها السبل بالقرب من الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين في البحر الشرقي أمس الأحد وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن طائرات الدورية البحرية الكورية الجنوبية رصدت السفينة وهي تنجرف في المياه على بعد 200 كم إلى الشرق من مدينة جيجين الساحلية في مقاطعة كانجوان وحوالي ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من خط الحدود الشمالي الشرقي في الساعة الثانية والربع مساء وبعد أن شاهدت الطائرات ركاب السفينة وهم يلوحون بعلم أبيض كبير في الهواء وتعرفوا عليه كإشارة استغاثة أرسل الجيش زورق دورية حيث تأكد من أنها سفينة كورية شمالية ولم يتحقق الجيش من هويات الركاب لأن السفينة الصغيرة كانت في المياه شمال خط الحدود الشمالي وقالت هيئة الأركان المشتركة أن الأشخاص الذين كانوا على متن تلك السفينة قالوا أنهم ظلوا تائهين في البحر لمدة عشرة أيام وأنهم يرغبون في العودة إلى الشمال وطلبوا تقديم بعض المساعدات من الماء والشراب وغير ذلك من المساعدات الإنسانية بالکل والذي يرغب بركيه